اشتركوا في القناة اقرأ معي الديالوج ده وتعالوا نجاوب الاسئلة اللي احنا هنقولها الديالوج ده ما بين رامي وبين هاني خلاص فهاني بيقول hi رامي what are you doing رامي قاله hi i'm reading a book واضح ان ده رامي بيقرأ كتاب about يعني عن animals and plants and how they survive survive يعني بيقدر ان هما يعيشوا ويقدر ان هما يستمروا في الحياة هاني قال how do animals survive ازاي يعني الانيمال بتقدر تنقو وتعيش رامي قال parents pass on traits to there of spring هنا هو رامي اصدو ان الاباء او الاجيال القديمة بتدي الاجيال الجديدة صفات يعني انت مثلا واخد صفاتك من ماما ومن بابا to help them survive طيب هاني قال له could you give me example of traits in animals and plants and how they help them to survive ممكن تديني مثال وتقول لي ازاي يعني ده ساعدهم ان هما يعيشوا رامي قال لي yes i could قالوا yes i could وشرح له عن الزيبرا وده انيمال زي اللي هو اسمه الحمار الوحشي قال له زيبرا have strips on their bodies عنده خطوط على الجسم بتاعه these strips are inherited traits احنا قلنا قبل كده inherited traits هي صفات المتوارسة يعني صفات اللي ايه اللي ورسها ورسها من الاب ومن الام طب بتعمل ايه اللي strips دي يعني الخيوط دي بتعمل ايه the strips confused some bugs eye sight يعني الدبانة او الانيمال ستيجي تشوف الحمار ده يخلي عينيها مش مركزة فما يقافش عليه يعني ما يقافش على الايه الجسم بتاعها the strips confused some bugs eye sight and avoid being bitten بتعضوا يعني يعضوا and getting stuck ما تخليش الايه ما تخليش الباكس تعدها الباكس ما بتعرفش تشوف جسم الايه الانيمال ده بسبب الخيوط دي so strips help zebras survive طيب ده بالنسبة للزبرة ان فيه خيوط اللي ياسمها strips دي وبتساعد ان يتعيش طيب الكاكتوس اللي هو الصبار بيكون فيه شوك الصبار ده بيكون في ايه شوك كده بيقول لي strips help sorry cactus has thorns to help cactus not to be eaten by animal بتساعد ان هو ما يتكلش بسهولة الشوك ده يخلي الانيمالس ما تكلش هنجواب على الايه السادة دي مع بعض reads that help animals and the plants to survive are passed to office bring from mother only هل ده بيجي من الام بس ولا من الام والاب طبعا لا من الام والاب strips of zebras help them to eat بتساعدهم ان هم ما ياكلوا لا ايا بتساعدهم ان الايه ان الباكس ايس ان عين الباكس مش بتشوفه وشيكله كويس cactus plant have thorns احنا لسه قلناه ان الكاكتوس thorn help cactus not to be eaten cactus plant have thorns to protect them from animals طبعا صح عشان تحميها من الايه عشان تحميها من الانيمال بعد كنا عندنا help me survive help me survive activity تاني بيكلم عن ان يقول لي وصل اعمل match each trade to animal that help it to survive جايب لي girafe انا بحب الزرافة جدا rabbit turtle and hedgehog hedgehog ده انيمال كده بيكون عنده ايه شوك كده في ظهر وجايب لي مجموعة من ال ايه الجمل او ال sentences ال trades الصفات وعاوزنا وصلها تعال نشوف اول صفة بيقول لي shall protect it against its enemy الصدفة بتاعتي بتحميني من الايه من الاعداء طبعا ده اللي هي التورتل عندها صدفة كده في ظهرها tall neck الشوك الرقبة الطويلة help to reach the leaves of tall trees طبعا الايه الجيراف spins protect it against its enemies الشوك بيساعدني من انا مدافع عن نفسي طبعا الايه الجيراف large ears help it to hear and avoid any danger الودانة الطويلة بتساعدني ان انا طبعا هنوصلها بمين هنوصلها بالرقبة ممكن تقرأهم تاني كده وتقعد توصلهم بقى وتشوف ايه التوصيل الصح طبعا ده كده احنا وصلناهم مع بعض activity تاني بيقول لي بيقول لي استعد من الانترنت use internet الانترنت ده اللي هو ان انت تدخل على يعني البراوزر او السيرش وتكتب مثلا الحاجة اللي انت عاوستدار عيائي to write about treat الصفات that help to animals blue to survive then search for search animal sorry for third animal and its treats يعني جواب اتنين من دول ماشي والتالت ده انت بنفسك تعالين جواب ده الهوك مثلا الهوك ده اللي هو السقر او النسر او كده اللي هو الحيوانات اللي هي بتزير دي بتبقى قوية جدا بيقول لي ايه الصفات اللي فيها بتساعدها انا شايف انه هو عنده treat زي مثلا الbeek beek دي الايه المن R بتاعه بيكون عنده شارب بيك يعني ايه شارب بيك يعني اللي من R بتاعه حости طيب ليه مثلا help to eat مثلا to eat big bag بري يعني الفريسة عشان ياكل الفريسة مثلا طيب Dr تريد ايه اام والله الطايجر على جسم بص فيه الستريبس دي ممكن نقول مثلا ستريبس طب ليه هو عنده ستريبس بيان بيها ايه ممكن نقول مثلا انت بقى براحتك يعني انت او انت ممكن تناقشي الموضوع ده تشوفي الانيمال ده ايه المميز فيه يعني ايه الحاجة المميزة فيه او ايه الحاجة الصفة اللي هو اخدها علشان يعني يسيرفايف او يعيش بشكل افضل ميتكلش يعني بسهولة ويقدر يلاقي اكلوك التالة بقى انت هتختار اي انايمال وتكتب الصفة اللي فيه يعني ممكن مثلا تختار ايه رابط وتقول انه هو عنده long ears عنده ودان طويلة علشان الودان الطويلة دي بتساعده انه هو to hear any sound what i think and my evidence match each trait to animals that help it to survive يعني هنا في الاكتيفتي ده انت عندك too hot environment وعندك too cold environment اختار الانيمالس اللي ممكن تكون مناسبة او الصفاتها مناسبة للtoo hot يعني مثلا مثلا ممكن تكتب هنا كامل الجمل الجمل بالصفات بتاعته متناسبة مع الحر وبيعيش في الصيف ويستحمل الحر وكده طب الtoo cold ممكن مثلا اللي نقول البير الدبة البير الدبة دي بتبقى عندها مثلا بتعرف تعيش فيه cold وعلى فكرة في الدروس اللي جاية هننقش اللي ايه الدبة وكده فهتكتب هنا examples على animals بتعيش في البرد animals بتعيش في الحر ده لسون جميل ولسون سهل بيعلمنا حاجات اكتر عن البرنت والوفي سبرينج ان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشر باي باي